بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندخل الى موضوع حلقتنا اليوم وهو عن مسدس CF98 ما نسميه عندنا بالكلوك الصيني نجمة ابو 15 طلقة وهو عبارة عن مسدس قصير سعة 15 طلقة عيار 9 عامل يعمل بارتداد نصف اتمتيك وعامل مزدوج دبل اكشن و سنجل اكشن باطار بوليمر اسود متكامل صيني الصنع من شركة نورانكو في بعض المواقع والقنوات قيل بانه النسخة الخاصة بالجيش الصيني ولكن في الحقيقة هناك ثلاث نسخ النسخة الاولى تايب 92 كيو اس زد 92 وهذه النسخة هي النسخة الخاصة بالجيش الصيني ويختلف عيارها فعيارها 5.8 في 21 وسعة المخزن 20 طلقة فهذه النسخة هي النسخة الخاصة بالجيش الصيني اما بالنسبة للنسخة الثانية فعيارها نفس عيار التكريف ولكن ليست مشهورة في الصينيه كيو فلا بالنسبة لهذه النسخة Cf98 فهي النسخة الخاصة بالتسطير نسخة خاصة بالتسطير واسعتها 15 طلقة عيار تسعة من لي وقد استخدمها بعض الطول ومنها اليمن للاستخدام العسكري. هنا نتعرف على بعض اسرار ومميزات هذا المسدس. تلاحظ بان المسدس اتى بامانين مزدوج. فلذلك يستخدم المسدس باليد اليمنى او اليسرى. وايضا من اسرار المسدس وذكاء مصمميه. بان وضع ثقبين في المخزن. لماذا وضع الثقبين حتى تمسك المخزن من الجهتين? وهذا يساعد الاعسر او الاشول على تحويل زر او قفل اخراج المخزن وتتم بعملية عكس القفل او زر الاخراج عن طريق الكنشة الموجودة في اه قبضة البوليمر. وهذه الميزة لا تجدها الا في المسدسات الحديثة كجلوك الجيل الخامس. ومن المميزات ايضا بان المخزن يشبه الكلاشنكوف ومخزن الامبي فايف الالماني. وبعض اسلحة التدخل السريع. فتلاحظ عند تعبئة المخزن طلقة جوار طلقة وهذا يعطي سهولة في التعبئة. عكس مخازن المسدسات القديمة. طلقة تحت طلقة مما يجعل صعوبة في التعبئة الطلقات الاخيرة. وايضا من المميزات يسبب قصر في مساحة المخزن. وطوله. القطعة المعدنية الموجودة على على قبضة البوليمر البلاستيك. طبعا هذه ميزة ايضا تضاف لهذا المسدس. قطعة معدنية من ماتة الفولاذ. مضاف لها ماتة الكربون. اه فتلاحظ فيها خشونة. وفكرتها نفس فكرة البريتا البي اكس فور. اه واحد تعزل الحرارة عن قبضة البوليمر البلاستيك عند الاطلاق الكثيف. فلذلك تحافظ على حرارة المسدس. اثنين. اه تؤمن حركة قفلة الارجاع وتقوم بتدوير الماصورة لتعطي دافع قوي عند اندفاع الطلقة. ميزة ايضا تضاف لهذا المسدس. بان القطعة تؤمن رجوع النابض. وايضا لو تلاحظ النتوءات الحديد الزوائد هذه. اه عامل مساعد لدوران الماصورة. فتلاحظ لها بيت في الجزء العلوي للمسدس. فلو تلاحظ هنا بيت النتوءات. اه هنا بيت النتوءات الزوائد. اه فتلاحظ الدوران الماصورة. فهذه هي العامل الثاني لدوران الماصورة. فلاحظ دوران الماصورة. يبدو انه ما تضحش دوران الماصورة. فلذلك كمنا باخذ قلم علامة. اه لنضع علامة على الماصورة. ونشاهد دوران الماصورة. لاحظ دوران الماصورة. فتلاحظ ان العلامة ذهبت من مكانها. ايضا تلاحظ في القبضة المسدسية لهذا المسدس الحلقة. طبعا هذه الحلقة تجدها في معظم المسدسات العسكرية. حيث يقوم الجندي بربط المسدس. اه حتى لا يسقط المسدس عند الركض او الجريء. علامة النجمة. لماذا لم يضع المصممين علامة نورانكو في هذا المسدس. في الحقيقة اعتمد المصممين على وضع النجمة بالمسدس. لان النجمة تعني للصينيين وترمز بشكل رئيسي الى ثقافة البلاد والشعوب الصينية. الذي استحوى من علم الاتحاد السوفيتي. الذي كان احمر مع مطرقة ومنجل ونجمة. وترمز ايضا النجمة الى الحزب الشوعي الصيني الحاكم في البلاد. تسمية المسدس بسي اف تمانية وتسعين. وتعود هذه التسمية الى تاريخ تبني المسدس في عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين. وبعد ما تعرفنا على تاريخ ومديلات ومميزات هذا المسدس. ندخل في عملية الفك والتركيب. عملية الفك والتركيب يجب عليك اتخاذ احتياطات الامان باخراج المخزن والتأكد بان المسدس خالي تماما من الضخيرة. تقوم بارجاع الجزء العلوي حاجة بسيطة وتقوم بسحب القفل قفل محرر الاجزاء العلوي والسفلي. وبعد فك قفل محرر الاجزاء تقوم بسحب الجزء العلوي بهذه الطريقة. وسحب تليل النابض بهذه الطريقة. اما ما يخص الماصورة فيجب عليك فتح قفل الماصورة بهذا الشكل. وسحب الماصورة بهذا الشكل. لاحظ قفل ومثبت الدليل. القطعة المعدنية تقوم برفعها الى الاعلى بهذه الطريقة وسحبها. اما ما يخص التركيب سنقوم بتسريع الفيديو لانه الطال معنا الفيديو وقاعدة عسكرية. اخر قطعة تم فكها هي اول قطعة يتم تركيبها. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الاخير يبقى هناك الكثير من الاسلحة الصينية المميزة. المتوفرة والتي سنتطرق لها في الحلقات القادمة. ويبقى تصنيع الاسلحة الصينية من اوائل الاسلحة الذي ينصح باكتناؤها. بحيث باتت الصين التي كانت قبل عشرة اعوام تعتمد على الاستيراد. تحتل المركز الثاني على قائمة الدول المنتجة للاسلحة. بعد الولايات المتحدة ومتقدمة على روسيا حسب تقرير معهد استكهولم الدولي لابحاث السلام. يبقى هناك شيء لم نذكره وهو الاهم عند الجميع. ولا نستطيع ذكره حفاظا على القناة. فاتمنى ما تنزعجوش. شكرا لمتابعتكم. واتمنى ما تنسوناش من دعمكم بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اخوكم اشرف مجاهد منيف.